شركة جوجل التي ارتكبت خطأاً فادحاً خلال اليوم الأول من مؤتمرها السنوي للمطورين بعدما ظهرت عبارة لهجة سودانية مكتوبة باللغة العربية بشكل معكوس وبأحرف منفصلة على الشاشة الكبيرة خلال استعراض المدير التنفيذي لجوجل جهود الشركة الخاصة بإتاحة خدمة الترجمة إلى 24 لغة جديدة من خلال جوجل المترجم الحضور تفاجأ بظهور خطأ كان من المفترض أن لا تقع فيه شركة كبيرة تمتلك قواعد ضخمة للترجمة جوجل تعرض بعد ذلك لانتقادات لاذعة من جانب المستخدمين حيث وصفوها بالشركة الصغيرة التي لا يمكنها تحمل تكلفة توظيف شخص يجيد كتابة اللغة العربية بشكل صحيح وكان أحد موظفي جوجل الذين عملوا على هذا الجزء من العرض قد رد على إحدى التغريدات موضحا أن المشكلة وقعت بالفعل مع عدة لغات وأنه بالفعل لا مبرر لذلك مشيرا إلى أنه جرى تعديل الخطأ وإجراء تحديثات على عملية التصميم والكتابة منعا لتكرار ما حصل وبالطبع جرى تحديث كتابة جميع اللغات غير اللاتينية لتظهر بشكلها الصحيح بعدما كتبت على الشاشة بحروف منفصلة غير متصلة وبشكل معكوس وذلك في المقطع المصوري الكامل لفعالية اليوم الأول من مؤتمر جوجل للمطورين على منصة جوجل